اشتركوا في القناة شعبنا الضحية يقف مدافعا عن نفسه ومقدساته الإسلامية والمسيحية ومشروعه السياسي أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تعيث في الأرض فسادا حتى اللحظة 44 شهيدا وما زال العدوان الإسرائيلي في كل المحافظات تحديدا في القدس وفي الخليل يتصاعد تباعا في هذا اللقاء سنتحدث عن تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الأرض وعن المواقف الدولية من هذا التصعيد ويسعدنا أن نستضيف هنا في الأستوديو اللواء جبريل رجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الخير وساء الورد لك وإلى أهلنا والشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات أهلا أن نرحب أهلا أن نرحب أهلا أن نرحب للقدس والخليل وبتلعي المجنين وطول كرب وأهلا في غزة وأهلا في رمالة وفي نابلس وأهلا وسهلا فيك أخبار أهلا أن أهلا أن نرحب والبلدات والقرى الفلسطينية يفتح الباب أمام كل الخيارات يعني أنا بتقطيري أنه هذا التصعيد الإسرائيلي يفتح الباب أمام خيار واحد هو خيار أن يكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية تحظى بإجماع وطني تعبر عن طموحات وتطلعات هؤلاء الشهداء ترجل وهذولا واضح أن هذه عمليات فردية ولكن فيها بطولة فيها رباطة جأش فيها منظومة قيمية تحتم على النخب السياسية والقوة السياسية الوطنية الفلسطينية أن ترى في وسيط أحده هذا البطل الذي سجل مدونة ممكن أن تكون وثيقة تدرس في المدارس عن معنى الشهادة وعن معنى الوطنية مش الفصائلية ولا الأجندات الشخصية فمن هون إحنا اليوم أمام منعطف حاد هذا السلوك الميداني الفلسطيني اللي فيه درجة عالية من الاستعداد للتضحي أنت تشوف جند بندقية تهارب أمام واحد بسكين أو حتى فيش فيدي شيء أو مرعوب أمام فلسطيني فقط لأنه فلسطيني أعتقد ثقة هذا الجندي هذا العنصري واضح أنها تنزت إحنا يجب أن نرتقي إلى هذا المستوى من الفهم وانترجمه في استراتيجية فيها أهداف وأنا بعتقد أنه درجة التناقض ما بين الشعب الفلسطيني وهذا الاحتلال وصلت ألا تعايش الآن من اللاعبين اللي موجودين؟ فيه ثلاث لاعبين اللاعب الإسرائيلي وإحنا ما نستهين فيه قدرته على التأثير بما في ذلك تسميم الوعي وتشكيل الوعي بشكل خاطئ سواء كان على صعيد مجتمعنا أو على صعيد الإقليم أو على صعيد العالم هو قادر عنده ماكنة إلام عنده إمكانيات عنده قدرة على التأثير عنده قدرة على الضرب والطرف الثاني إحنا الفلسطينيين والطرف الثالث هو العالم ولكن المحرك الأساسي للمجتمع الدولي هو إحنا ومنه هنا أنا بعتقد بأنه الاستراتيجية الفلسطينية الآن إنه إحنا نقدم شريك للمجتمع الدولي لمواجهة نيتنياو نيتنياو استراتيجيته بدوش هيها تقوم دولي بدوش في ورديته تقوم دولة فلسطينية المجتمع الدولي بده الدولة الفلسطينية أصبحت بمفهومه بمصالحه بقيمه حقيقة يجب أن تقوم فالآن إحنا نتنياهو فكرة قاعد بتصرب بقولك أنا بدي أشوف أبو مازن لأنه هو بده بدور على واحد فلسطين ومن هون إحنا مش هنشوفه بصيرش نشوفه لأنه هو بده واحد الستاتس كول اللي هو بقول عنه الأمر الواقع اللي موجود لأنه هو بدير الصراع ما بده يحل الصراع فمن هون إحنا أعتقد يجب أن نرتقي إلى مستوى هؤلاء الشهداء فيه هناك تجليات غير أنه هاي البطولة اللي حصلت في عملية الصدام وفيه تجلي آخر أنه أنت يشوف مثلا الجنازات بالأمس جنازة شب في جنين الأسير الشهيد فعد الدربي قبل أيام في الجلزون في هون في البيري في مخيم عايدة في مخيم الدهيشي في دورة في الخليل في بيت لحم في القدس وفي غزة أنت تشوف قديش حجم الجماهير اللي رافقت هؤلاء الفرسان ولكن تشوف أنت دعوات الفصائل قديش اللي بتجاوب معها ومن هون أنا بعتقد أنه إحنا لازم يكون عندنا في عندنا أبراحني أرجع أنا وياك لموضوع الفصائل وأرجع لموضوع تحركنا كفلسطينيين مع العالم لمحاصرة الاحتلال وإجبار الاحتلال لا مش منحاصر الاحتلال لمحاصرة سياسة الاحتلال لديك مش بس ما حاصرته إحنا بدنا ننهيه وأنا بقول لك كيف رصتنا التاريخية إحنا اليوم كيف بنصمم هذا الإقاع اللي فيه بطولي فيه تحدي فيه صدق وأنا بقول لك فيه تفهم من العالم يعني باختصار استثمار المياجر على الأرض سياسيا ليش استثماره ترجمته ترجمته إلى أهداف إلى أهداف ومن ثم إلى حقائق طيب دي أركز أنا وياك خبرامي على الوضع اللي بصير الميداني وصفت العمليات الفردية بأنها بطولية في ظل يعني استمرار تصاعد الاحتلال وجرائم والإعدامات على الأرض هل من الممكن أن تتحول هذه العمليات من فردية إلى منظمة معنى شيء تسمح لي أنا يعني بأمل أنه إحنا أن نكون عندنا رؤية استراتيجية أنت بصفتك صحفي من حقك أنك تحاول تنتزع من أي مسؤول سياسي هو كيف بيشوف ولكن أنا تحليلي للأمور يعني أنا بقول لك هاي بطولات فردية وأنا بعتز فيها أنا أقول لك أنا بعتز فيها وبحيي كل اللي قاموا فيها وأنا بقول لك بالعكس إحنا فخورين فيهم ومش أكثر إحنا بنحني وصدقني يعني هاي مسألة إحنا لازم تكون قراءتنا إلها دقيقة وموضوعية يا سيد العزيز أنت الأهم من ذلك الآن والفصائل في عندها إمكانيات أعتقد أكثر وعندها إمكانيات أن تعمل عمليات عسكرية ضخمة وتهزل شسمه ولكن أنا هون كمان أنا بعتقد عظمة القرار السياسي والإرادة السياسية في أنه هي ما بتكون بهاي العمليات لأنه كمان إحنا ما بننا مش مشروع إحنا مشروع حرية ومشروع استقلال ومن هون إحنا معركتنا مع الاحتلال ولكن إحنا معنيين بأنه المجتمع الدولي يوقف عندنا فحيثيات النضال تبعنا أو فكر المقاومة والأدوات والآليات هي اللي بتساعدنا في الإبقاء على حالة الصدام مش بس معنا حالة الصدام كمان مع المجتمع الدولي ولكن نتنياه اللي أنا بيدفع الأمور بالتجاه الحفاظ على الورد الراهن لأنه استراتيجية ودارة الصراع وبنفس الوقت هو بيتخلط تسلم من خلال بعض الثغرات لتجنيد العالم أو لإقناع العالم بأنه يعني إحنا اللي في دائرة الخطأ وجزء من العالم بدأ يحكي في أنه يا أخي لازم يتهدوا وعليه أساسي نهده ونهده شي مين اللي بقدر هذا الشعب صار له من سنة السبعة وستين وهو بعيش ظروف أقل شيء أنه العنصرية والفاشية هي جوهر السياسي الاحتلالية اللي بتتعرض إلى هو وكرامته وأرضه وأرضه ومزرعاته وقدرته على الحركة فمن هون أنا بفترض أنه هذه فرصة تاريخية ومحطة تاريخية وإحنا في عندنا مسألتين لازم نعمل فيهم مراجعة المسألة الأولى اللي هو الاتفاق اللي بيننا وبين الإسرائيليين وإحنا ما بصير بس نقول أنه والله هو ملتزمش لا إحنا بننتقل إلى المرحلة الثانية بنحكي مع العالم نخاطب العالم ولكن بنفس الوقت على أرضية سياسية نضالية فيها الوعي الجمع الفلسطيني متكاتف ويرفع علم واحد ويرفع شعر واحد ويحكي بلغة واحد طيب أخ جبريور جوبي أنت بتتحدث أن العالم الآن بطالبنا بالتهدئة وبدنا يطالبنا بالتهدئة على أي أساس بس أنا بدي أروح معك حتى داخليا هناك بعض الشخصيات في بعض مواقع الإلكترونية تابعة لبعض الأحزاب الفلسطينية تقول أنه فتح غائبة عن الميدان أنت نائب أميسر اللجنة المركزية لحركة فتح وهناك من يروج في الشارع الفلسطيني أن الشغل الشاغل لفتح هو تهدئة الأوضاع على الأرض أنا برأيي هذا مفهوم إحنا ما لازم نوقف عنده شوف حقا شوف يا سي اللي بده ضحي ما بتطلع على الناس ما بتطلع على الناس وإحنا فيه إنا مثل بقول أنه العجيز تبعه اللي بطعم واللي بطعم سيته بروع على البيوت مظبوط ولا لا اللي بتصدى واللي بنناظل واللي بيستشهد واللي بنأثر واللي بنجرح يعني معروف الهوية تبعه مع أنه أنا بمفهومي أنه المناظل والأسير والشهيد هو ملك لكل الشعب الفلسطيني فإحنا ما بدنا نصير نحكي في إحصائيات مين لفتح مين غير لفتح عليش لا القصد أنه فاهم عليش أنه هم فتح تهدئة الأمور هذا اللي بدي رد علي أنا هذا مش هم فتح حركة فتح تقود الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال وأنا بقول لك باسم حركة فتح إحنا نعتقد بقناعة مطلقة أن درجة التناقض بيننا وبين هذا الاحتلال وصلت انتهى المناظل ومن هون إحنا قبل أشهر وأنا يمكن حكيت باسم الحركة قلنا إحنا عم بناقش تصفير علاقتنا مع الاحتلال وأعتقد بأنه هاي فرصتنا اليوم وإحنا مستعدين يا سيدي الناقش بما فيهم إخواننا في حماس وفي حركة الجهاد الإسلامي بما فيهم إذا مش قادرين أن ننجز الوحدة ونشغل الحكومة الوفاق خلينا نتفق على برنامج نضالي سياسي حتى الأخ أبو مازل لما تحدث قبل يومين تحدث عن المقاوم الشعبين اللي هم كلها تم جمعين عليها بس كمان أنا بقول لك سلف حتى للإسرائيليين إحنا مش شركة تأمين إحنا مش شركة تأمين يعني كمان لما مستوطن باعتدي على على مواطن المواطن قد يرد عليه بأي شكل وبديها والجندي كمان إذا بدي يتعرض لكرامة إنسان برضو كمان نفس الشيء فيا سيد الأجزاء ولكن بالمحصر أن هي كمان إحنا بنحكي في مقاومة إحنا قدرين نحملها وأنا يعني أنا بقول لك أنه كل الفصائل عندها إمكانيات أن تعمل تفجيرات وكذا ولكن ما بتعملش لأنه فعلا عندها إرادي سياسية محترمة مقدرة لتداعيات وآثار ذلك على المشروع الوطني شو الأثار السلبية على المشروع الوطني البعض يتساءل يعني هناك بعض التحذيرات من أن تقوم بعض الفصائل الفلسطينية على عمليات تفجيرية استشهادية على الأرض ما هي الأثار السلبية نريد أن نوضح الواجب يرجوك هذا الموضوع بأعتقد فيه إجماع وطني عليه فيش عليه نقاش إحنا معركتنا على وعي الناس في إسرائيل من المعركة بينهم نقنعهم أو يقنعونا أو نحن نوياهم نقنع العالم بنفس الوقت على المجتمع الدولي المجتمع الدولي ما بقبلش أنه باسي تفجر في تلبيب بس المجتمع الدولي مش عم بيسأل أنه فيه مستوطن أو جندي موجود في الأراضي المحتلة في المكان الغلط في الزمان الغلط شو بيصير معه ما حدا سأل عنه ما حدا سأل عنه من هون إحنا ما بدنا كمان الناضل بمفهوم أنه العالم يبقى معنا والمجتمع الدولي يبقى معنا وبعتقد هاي في عالي هي إجماع يعني حتى هاي القوة السياسية الفلسطينية أنا بأعتقد أنه أحد أهم القرارات اللي هي الآن تشتغل عليه أنه ما تدخل في هذا المربع لأنه هذا مربع نتنياهو ولكن كمان إحنا لازم نرفع أهدافنا واللي يجب أن تبدأ بموضوع المقدسات والمقدسات اللي نتنياهو منع فقط المسلمين كانوا بعد صلاة الفجر كل الناس للساحة داعش بيقدروا يدخلوا على الحرم معدى المسلمين هو الآن عمل قرار سياسي ما عملش قرار ديني بمعنى أنه هذولا ممنوع دينيا يفوتوا على الأقصى الموضوع الآخر موضوع الاستطان الموضوع الآخر اللي هو مجمل السياسات اللي فيها خنقوا فيها حصاروا فيها وفيها 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 وإلى أقرأ وهذه يجب أن تؤسس باتجاه إنهاء الاحتلال وكنسه ولكن هذا كمان المجتمع الدولي هو اللي بقرر فيه سنتحدث بإسهاب بعد قليل عن المجتمع الدولي ولدينا بعد قليل سنبث هذا التقرير عن مواقف الأسرة الدولية من الأحداث التي تجري على أرض الميدان ولكن سيادة اللواء جبريون رجوب وريد أيضا أن أركز على الميدان وأنت مطلوب منك كونك قائد من قادة الشعب الفلسطيني أن تقدم إضاحات وإجابات للشعب الفلسطيني هناك من يقول أيضا من نخبة المثقفين والإعلاميين والمحاللين أن الهبة الجماهرية على الأرض تفتقد لقيادة ميدانية يعني أنا أعتقد بأنه في هناك خلل خلل واضح أنه حتى الآن القيادة الفلسطينية والنخبة السياسية لا في نقاشها ولا في حوارها لم ترتقي إلى مستوى حجم التضحيات اللي قلت لك فيها بطولات بطولات فردية فيها حركة بالمعنى الجماعي مرعبة للاحتلال وبنفس الوقت فيها إيقاع ومحترم فإحنا حتى الآن لم نرتقي إلى مستوى أنه إحنا هاي انترجمها في آليات وفي خطاب لأنه أنا بعتقد أنه حتى الآن في ناس أما سؤالين أنا بقول لك بشوفهم بحقوا على التلفزيونات والله بفكروا شي جبارة يخطب ملك علاقة بشي أنت جاء تفنص علي فاهم علي طبعا هاي اللي عملين مسخرة صحيح عشان هيك أنا إحنا بنقول أنا رأيي وأنا بقول لك بعتقد بأنه الاتجاه العام باتفق مع الكلام اللي أنتوا تحكين ومش بس بش قيادي كمان ما فيش شي يعني أهداف تربط تربط وفق آلية توصلنا لإنهاء الاحتلال إحنا في عندنا موضوع الاتفاقات لازم إحنا نقرر فيه اليوم مش بكرة ومش بالضرورة نقول قطعنا وبدنا نقطع وكذا ما صارنا ثمن تشهر المجلس المركزي ليش بعدنا يا أخي مش شو اسمه هذا عنا قرار تبع الأمم للتاحدي تبع 2012 الآن ما حدا بيحترم الساكن الكل برتعب من المتحرك وإحنا حركتنا اليوم أصبحت مش بس إنه عنا بنعكي مع العالم يخني حركتنا أصبحت الآن مرتبطة بحالي غير مسبوقة بتاريخ حركات التحرر الوطني ومن هون هذه الحالي بدها تترجم إلى قيادي إلى رؤية إلى إمكانيات وهذه تبقى في إطارها هل الفصائل تدرك ماذا تقول جميل أنا شخصيا أنا بقولك لما بشوف أنه كل واحد بروح برفع عالمه معلش بروح برفع عالمه بعمل مقابل معلش مش بس هو كمان هو يعني أنا بتمنى أنه الفصائل هي تعمل مراجعة اللي صار مبيرح شايف وإنت تعال شوف الجنازي إنت شفتنا إحنا كلنا شوفنا شو صار في البيري كل الشعب الفلسطيني روح شوف اللي صار في دهيشة روح شوف اللي صار في عيدة روح اللي شوف صار في القدس في الخليل في غزة في كل محل حالة الإجماع هاي أعتقد لازم الفصائل تقراها وتفهمها وتقف وتقول أما أنه في بعض الفصائل والله عظيم بسم تسمعه بحش ما تقول اللي يا أخي يعني وراء جيش الأحمر معلش طب إحنا وراء كلنا كل الشعب الفلسطيني طب يا أخي ممكن تحكي لنا لغة سياسية نظالية إلا علاقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس لكل الشعب الفلسطيني ويا أخي إذا أنا بشارك وإذا بناء يعني هو هذا اللي اللي راح هاجم جندي وطعنه واستشهد يا أخي هو هذا سائل واحد قال لكم قال لكم يا أخي ما حدا يتمناني من فصائلكم ما بدي حد فيك ويتمناني كويس إحنا لازم ندرك أنه الوطنية الفلسطينية هي اللجة التي يجب أن ترتقي وتصبح سغفا لسلوكنا ولخطم بعدين صار فيه أشخاص عليه يطلباك بحياتهم مزدتوا حجر على اليهود يا أخي والله ما تشوفه بمعط على هالتلفزيون ما تقولي لك كل يوم سبت بشلخ الواربع مستوطنين قولك يا أخي منين جايب النهل اللي حاجة الفاضي بتاعك اتوضعي شوية طبعا نسو تحكوا علينا صحيح شايف كيف أنا بقولك نسو تحكوا علينا لأنه بتعرفوا مش شايفين مسايميات وعناوين وبقدمك لشي الله وكي يا أخي مش صحيح فأمنهون أنا بأمل وأنا أتمنى أنه إحنا النخب السياسي ترتقي للمسؤولية لا أنه كمان إحنا إذا من نرتقي لمستوين المستوى الأول هو حجم التضحيات واللي فيها صمود وإصرار والموضوع الثاني أنه العالم كل ياته أنت سيبك شو حكا كيري وميري ما كل ياته ما الرعوب وكل ياته بده يحمي مصالحه وأنا بعتقد أوباما ختم كلمته سيبك أنه قال لإسرائيل وكذا وإلى ختم كلمته قال للسيدة بدهم مستقبل آمن بدهم يقبلوا بحل الدولتين نتنياهو استراتيجيته شي أنه هو يبقينا ويبحث عن طرف فلسطيني شريك له لإبقاء الستاتس كو والإبقاء الوضع يبدي طوق النجاح لا 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 هو بده اسمع مني هو بده حدا في حلقة المفرغة نظل نلف معه ومن هون لا لأي علاقة أو احتكاك ثنائي مع الإسرائيليين ونعم لاشتباك مع المجتمع الدولي من خلال سلوك في الوعي الجمع الوطني الفلسطيني بقول الدولي في حدود 67 إنهاء تجميد الاستيطان كمقدم لإجتثاثه وحماية مقدساتنا وكرامتنا وحياتنا وأنا بقول لك العالم بدأ يتقبلك بدأ يتقبل وإحنا يجب أن لا ننزلق إلى المربع اللي بده يا نتنياهو المربع الأول بده هو إحنا نجتاز الخط الأحمر بمفهوم العالم مش بمفهومه اللي العلاقة بالتفجيرات الموضوع الثاني إنه إحنا نتشرذم أكثر وإحنا نظل يعني وأنا بعتقد وبقول لكل للفلسطينيين وكل الناس اللي بيحكوا في الإعلام عيب 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 إنه إحنا نرتقي بتناقضاتنا الثانوية وكأنه هي تناقض مركزي وكأنه هي تناقض مركزي وإنه إحنا نحكي بلغة واحدة لغة وطنية ومعايير وطنية ومفاهيم وطنية ومصالح وطنية ولا نرفع إلا علم فلسطين في كل المناسبات صدقني هاي بتكسب الفصيل اللي بيعمل هيك وخلينا نتواضع وما حدا بابني ثورة ولا حدا بابني قاعدة جماهرية بخطاب يتزلي على فضائية أو بصورة بصورة يحكي لي إياها اليوم ما في أجندة شخصية ولا في أجندة فصائلية في هناك أجندة وطنية عبروا عنها هذا ما يجب أن يكون ولكن هذا الأمر غير مترجم على أرض الواقع حتى اللحظة الواجبية سأعود لك ولكن معي هذا التقرير لزميل زيد أبو شمع حول المواقف الدولية من الأحداث التي تجري على الأرض نتابع على التقرير بعدها نواصل هذا الحوار على وقع حالة التصعيد التي تشهدها البلاد ورفع حكومة الاحتلال من وطيرة إجراءاتها القمعية بحق أبناء شعبنا بدأت الساحة الدولية تشهد حراكا هنا وهناك على المستويين السياسي والإعلامي في سبيل البحث عن أسباب ما يجري ومحاولة تهدئة الأوضاع وإحداث دفعة في العملية السلمية الحراك الدولي والتصريحات السياسية التي بدأت تطفو على السطح توحي في مضمونها هذه المرة بلغة جديدة قد يبنى عليها لاحقا وفقا لمصاري التطورات الميدانية ومدى نضوج الإرادة الدولية باتجاه البت في مصير عملية التسوية في المنطقة على سبيل المثال لا الحصر وبمعزل عن تحركات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري التي يسعى من خلالها إلى منع انهيار الوضع القائم عبر انتزاع ضمانات متبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يمكن الحديث عن مواقف دولية أكثر وضوحا فيما يتعلق بالصراع القائم من ذلك موقف باريس الذي عبر عنه وزير خارجيتها لوران فابيوس عند تصريحه أن بلاده وفي حال فشل مساعي المجموعة الدولية التي تفعلت بعد الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف حالة التوتر وإعادة التفاوض بين الجانبين فإنها ستقف أمام مسؤولياتها وتعترف بالدولة الفلسطينية وهو الموقف الذي يعد أكثر نجا من موقف الإدارة الأمريكية التي ما زالت تتعامل بمنطق إمساك العصى من المنتصف والمساواة بين الضحية والجلاد لكن هذا الموقف الرسمي للولايات المتحدة لم يعد ينسحب كما يبدو على سائر وسائل الإعلام هناك والمزاج السياسي الأمريكي العام كما في السابق إذ بدأت بعض الأطراف بالحديث في اتجاهات أخرى لعل من أبرزها ما جاء في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدث بلغة غير معهودة على الصحيفة إذ اعتبرت أن ضمانة الأبيب لأمنها وإيقاف حالة التصعيد لن يتحقق إلا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعترف الأطراف كافة بحقها في الوجود وأن ما يجري في الضفة والقدس يعد مخيفا ولا يترك مجالا إلا للتفكير في إنقاذ حل الدولتين في الصياق ذاته يمكن الحديث أيضا عن موقف الهيئات الدولية الذي بات يدين تل أبيب دون مواربة فمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكارم ويبسونو قال في بيان صحفي إن الإجراءات التعسفية للحكومة الإسرائيلية من هدم واعتقال وإعدامات ميدانية وتوسيع للإستيطان عوضا عن إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين دون عقاب أو حساب ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وازدياد العنف مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام في القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وكرامته كخطوة أولى في حل الصراع القائم زيد أبو شمع لبرنامج ملف اليوم شكرا للزميل زيد أبو شمع على هذا التقيير الواجب يرجو بهذه الهبة الشعبية وتوجيه الألم والوجع إلى حد ما البسيط مقارنة بالوجع الفلسطيني للمستوطن على الأرض الفلسطيني من خلال ذلك هل استطعنا إحداث اختراقه في مواقف المجتمع الدولي يعني أنا مرة أعتقد الآن في هناك حال من الالتفاف واللي هي سبقة الأحداث الأخيرة في المجتمع الدولي يعني المجتمع الدولي على مدار السنوات الثلاث الماضية وهو يتحدث عن الدولة الفلسطينية وهو يتحدث عن حل الصراع على أساس الدولتين ودرجة التناقض مع هذا الاحتلال ومع المجتمع الدولي هذا الاحتلال هو اللي في مازق وهو المحاصر وهو المعزول وبعد ما صار فيه خطر على الأمن الشخصي عند الأمن الفردي عند المواطن الإسرائيلي أصبح فيه خلق وأصبح مهزوز واللي بتم التعبير عنه اللي بتصير عندهم يعني فيه حالة ترعب وإرباك أعتقد هذا هو المؤشر لنا إحنا إنه إحنا ندرك هذا الإجماع الدولي اللي معنا ونعرف كيف نوظف ومرة ثانية بقول لك هذا مرهون فينا إحنا كيف بدنا نحصد سياسيا بدنا نحصد على الأرض وأنا بقول لللي بيحكوا على فتح ومفتح أنا مش يدافع عن فتح وانا بعتز بفتح ويدي وأنا بقول إنه كل يوم فتح تؤكد أنها ضرورة ومصلحة ومظلة لكل من يحمل فكرا وطنيا صادقا وإحنا استراتيجيتنا في موضوع المقاومة الشعبية إحنا إحنا اللي قلناها بجرأة العمل الدبلوماسي إحنا اللي قلناها بجرأة لما رحنا على الأمم والتحد البعض قال هذول يا أخي اعتبروها يوم حداد أسود إحنا اللي قلنا مرحلة بناء المؤسسة قبل ما تيجي السلطة بثلاثين سنة والرعاية الواقف الفرد وتعليمه وعلاجه والاهتمام فيه وواء إلى أقره وإحنا اللي فجرنا الثورة والكفاح المسلمة وإحنا من اليوم الأول طرحنا عنصره المقاومة الدولي الطريق إلى الدولة والهوية تأتي بالمقاومة ولكن كمال المقاومة فكر في شمول وفي آدليات وأدوات أعتقد اليوم كلياتنا كلياتنا من أقصى إلى أقصى بنقول المقاومة الشعبية بدنا إحنا شمول كل الشعب الفلسطيني إحنا إذا بنصطف حول هاي الحالة إحنا قد نصل إلى درجة كل الشعب الفلسطيني يكون في الشوارع بوصن الزيتون التعب أمار أنت بتعرف شو معنات؟ أنه عشرات الألوف ينزلوا على الشوارع ويقعدوا في الشوارع ومزددوا حجار ولا يحرقوا عجال ويرفع وصن الزيتون للعالم هاي رسالتنا للعالم أنه أنا الأوان لهذا الاحتلال العنصري الفاشي اللي هو أطول الاحتلال بالتاريخ أن ينتهي إحنا أربعة ونصف مليون فلسطيني بنعيش من سنة السبعة وستين تحت هذا الاحتلال العنصري إحنا ما بصير نسدد فاتورة الهولوكوست إحنا يمارس بحقنا نفس ما مورس بحق اليهود في أوروبا وإحنا بصيرش ندفع الثمن وإحنا بصيرش نكون كبشفداء ولكن كمان سلوكنا اليوم يجب أن يرتقي إلى مستوى اللي بصير عندنا واللي بصير في العالم تجاهنا في الحقيقة لو عجب يرجوب هناك الكثير من الملفات كنت أود أن أستوضح منك حولها ولكن وقت البرنامج نفذ وكنت أود أن أتطرق معك لموضوع العشرات الألاف اللي بدهم يخرجوا بغسن الزيتون في ظل الوضع الميداني السيء اللي بتعيشه الأراضي الفلسطينية ما قبل هذه الأحداث والمقاومة السلمية الشعبية التي كنا نرى 20-30-40-50-1 يعني الواضح أن هذا الموضوع واضح أن البعض يقول لك مقاومة شعبية سلمية خلي السياسين يحكوا أنا بقول لك المقاومة الشعبية أن الشعب الفلسطيني كله على قلبي رجل واحد يوقف في شمول اجتماعي في شمول سياسي في شمول جغرافي وأنا بعتقد أنه هذا متاح البيئة اللي موجودة واللي فيها بطولات فردية وفيها التفاف حول قضايا الإجماع يا أخي ما احنا عايشين في قضية شعبنا أنا بقول لك أكثر التجليات الخلاقة لحالة الالتفاف على الشهداء وما حدا يستجيب لندئات الفصائل اللي لازم تقرأ ولكن بنفس الوقت في الفكر السياسي الوطني الفلسطيني في تقدير للإرادة السياسية اللي عند الفصائل أنه مش عم بيعملوا بردات فعل لأنه الفرق بين ردة الفعل ومبادرة خيط رفيع خلي المبادرة في إدنا احنا نصمم الإقاع احنا ندير الصراع احنا نقول علنا الأقصى والقدس من المحرمات وكل العالم معنا احنا نقول الاستيطان سرطان ولازم كذا وكذا كل العالم معنا احنا نقول الخنق والحصار اللي لن يقود إلا للانفجار وإلى ردات الفعل ما تشوف واحد انطعني بسكين هذا نتيجي شوف السبب السبب هذا الاحتلال العنصري انا بعتقد اذا احنا بنكون جرئين وبنواجه شعبنا وبنقود شعبنا وبنقود هذا الكم البشري اللي فعلا اصبح يدرك بانه هذه فرصتنا نعب ميسر اللجنة المركزية بدقيقة واحدة كلمة فتح للجمهور الفلسطين انا اول شي بقى انقل يعني تعازينا لذوي الشهداء اللي هم مش اكرم منا جميعا هذول اساتذاتنا ومعلميننا وانا اامل ان تكون العمليات والبطولية الفردية اللي حصلت انه احنا ندرسها ونحللها اسبابها وتداعياتها واثارها على قدرتنا في تشكيل الوعي كل فلسطيني وانا كمان يعني بتمنى الشفاء لأسرانا وسرع لجرحانا وبتمنى الحرية لأسرانا ولكن كمان انا بقول الان في هذا المنعطف الحاد فتح وبقول لكل الفتحويين تثبت انها ضرورة ومصلحة لانجاح مشروع التحرط ومشروع كنس الاحتلال وبقول لكل الفتحويين انه حركتكو ما زالت متمسكة بهدفها اللي هو دولة فلسطينية فيها السيادة كاملة والقدس عاصمتها وفكر المقاومة الاستراتيجية بمفؤومه الموجع للعدو محاصر للعدو واللي قادر ان يبقي على العامل الاقليمي والعامل الدولي كفضاءات يتحرك فيها هذا الصراع وهذا الفعل التراكمي الايجابي لصالح قضيتنا ما زال هو الشيفة الجنية عند قيادتكو وعند كل الفتحويين وتحيي لكل الشعب الفلسطيني ومع كل ذلك انا بقول لنرتقي الى مستوى الوطني الفلسطينية لانه شيفرتنا احنا الفتحويين وهي رسالة لكل المسؤولين من كافة الفتح يعني اوكي وخليهم هل بعض المسؤولين اللي بطلعوا من شان الله توضع ولكو شوي يا اخي توضع ولكو يا ابن شويني والله يا رضي شكرا جزيلا لك الواجب يرجوب نائب ميسر اللجنة المركزية لحركة فتح الشكر موصولي لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه تحيات طاقم العمل وزميلي المخرج لأي صافي وكان معي في التنسيق والمتابعة الزميل هيتم عقل دائما تحياتي لكم انا عايد اعوام الى اللقاء اشتركوا في القناة